على الرغم من مضي نحو عام على الدعوة التي وجهها الرئيس عمر البشير نهاية يناير كانون الثاني الماضي لقوى المعارضة والفصائل المسلحة للدخول في حوار وطني شامل فإن الحوار المنشود لم يبدأ فعليا بسبب خلافات وصفت بالجوهرية بين الحكومة والمعارضة التي اعتبرت الحوار محاولة من الحكومة لكسب الوقت حتى موعد الانتخابات مطلع العام المقبل الحوار الوطني والدستوري الذي سيقام أن تشارك كل القوى السياسية السودانية عزل أي من القوى السياسية السودانية الفاعلة لن يؤدي إلى استقرار السودان هذه هي تجارب الماضي وهناك توجه جديد بأن تكون هناك عملية سلمية واحدة زات مسارين وكذلك أن تجتمع كل منظمات المجتمع المدني والسياسي وأن تمضي جميعا نحو بناء ورصم الوجه الجديد للسودان ومع استمرار تلك الخلافات سعت المعارض إلى توحيد صفوفها من خلال الدخول في تحالفات غير مسبوقة ففي تطور هو الأول من نوعه وقع حزب الأمة المعارض اتفاقا مع فصائل الجبهة الثورية المسلحة في العاصمة الفرنسية باريس في أغسطس آبا الماضي كما وقعت قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني اتفاقا آخر مع الجبهة الثورية أطلق عليه اسم النداء السودان وذلك في العاصمة الأوثوبية أديس أبابا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتهدف الاتفاقيتان بحسب الأطراف الموقعة إلى تفكيك النظام وتكوين حكومة انتقالية وهو ما رفضته الخرطوم وقامت على إسره باعتقال عدد من قادة معرضة باريس دي خط حمر باريس دي اتفاق على استلام السودان بواسطة الجبهة الثورية بالقوة الاتفاق دي نحن الحكومة عارفين معلوماته عارفين خلفياته عارفين منوء الوراهوانه بقول حسن باريس دي اللي جمعة الناس هي إسرائيل التطورات السياسية الداخلية لم تجد صدا دوليا مثل الذي حذيت به مريم إسحاق التي حكم عليها بالعدام بعد دانتها بالارتداد عن الدين الإسلامي الحكم الذي شغل الناس لأشهر أثار انتقادات وضغوط دولية واسعة انتهت مع حصول مريم على حكم البراء من محكمة استئناف وقبل مغادرته البلاد قالت السيدة المدانة لبي بي سي إنها تركت البلاد بعد أن وصلت لقناعة أنها لن تستطيع العيش بحرية في السودان كما دخلت الحكومة السودانية في مواجهة معلومة المتحدة في السودان عندما طلبت بعثة حظ السلام العاملة في دارفور مغادرة البلاد في نوفمبر 22 الماضي وجاء قرار الخرطوم في عقاب طلب تقدمت به البعثة للتحقيق فيما زاعم بقيام أفراد من الجيش السوداني باقتصاب نحو 200 فتاة في الأقليم وتقول الخرطوم من تلك الاتهامات غير صحيحة وإن البعثة سبق وانحققت فيها وقالت إنه لا توجد لائلة على وقوع حوادث اقتصاب محمد محمد عثمان بي بي سي الخرطوم اشتركوا في القناة